بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو حبايا بقلبي عمليم ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد النهاردة هنشرح ازاي ننزل الربحة على الفيديوهات بعد التفعيل ان شاء الله ان شاء الله كل واحد شارب على قناته يفعلها باذن الله وينزل عليها الربحة هنبدأ بقى نفتح اللي هو السرش للجوجل بيجي لنا صفحة البيانات بتاعتنا يعني هنبتديها من الاول هنا طبعا اهي صفحة جوجل اه هنفتح اليوتيوب لو مكتوب عندكم مسلا هنا يوتيوب اهو تيجي في الاول كده معلش يا جامعة بقى استحمله معي علشان النت اه زفت جدا اه اه الصورة الصغيرة بتاعتنا هنكبس عليها بتاعت القناة هنكبس على قناتك هنعمل استوديو منشؤ استوديو اليوتيوب سوف نقوم بتاعت الصفحة اللي انا كنت فتحة عليه اللي هي البيانات بتاعت القناة بتاعتنا في عندنا هنا مربع اهو كبير على اليمين اهو اللي انا بقبس عليه ده تاني مربع هيجي لنا اللي هو الفيديوهات بتاعتنا والبس المباشر والحاجات دي هنشوف طبعا اه فيديو عايزين ننزل عليه اه عندنا هنا علامة الدولارز بتبقى قدامة اتفاعلة موجودة مع الفيديوهات فانا طبعا مفعالة هنا على الفيديوهات الاولانية زي ما انتم شايفين كده اهي لكن تحت هنا هو مش مفعالة وهنكبس عليها هيجي لي هنا تفعيل اهو وبعدين نعمل حفظ كده تفعالت عليها بس احنا عايزين بقى نوزع الاعلانات يدويا نكبس على الصورة هيجي لنا البيانات بتاعت الفيديو اهي في عندنا اس في الاخر اس اهي نكبس على الاس اللي تحت علامة الدولار هيجي لنا الصفحة دي الصفحة دي عبارة عن الاعلانات اللي احنا عايزينها اول واحدة على اليمين دي مش شغالة مناش دعوا بيها يجي الاعلانات التي تظهر على سطح الفيديو انا هشل لكم كل الاعلانات كل حاجة متعلم عليها عشان تبقوا عارفين نعمل ايم الاول لما يكون الصفحة ايه موجودة انت لما تعمل الربح من بره هو هيكون علملك على ده كده لكن انا عشلتهم علشان اوريك هي ازاي اه اه او ايه اللي مطلوب بالزبط يعني احنا مش هناخد كل الحاجات دي هناخد الاعلانات التي تظهر على سطح الفيديو اللي هي الاولانية دي اعلانات الفيديو اللي قابلة للتخطي اه اعلانات الفيديو غير قابلة للتخطي اول ما نعمل كده هيبقى طبعا البطاقات الاعلانية مش مفعلة عندنا هنا ثلاث مربعات تحت هنعمل اعلان قبل التشغيل اثناء التشغيل وفي الاخر بعد انتهاء الفيديو يبقى احنا فعلنا الثلاث مربعات اللي تحت في عندنا بقى كلمة بالازرق ادرس الاعلانات اثناء التشغيل نجبس عليها هيجي لنا بقى الفيديو زي ما انتم شايفين كده نوزع عليه الاعلانات زي ما احنا عايزين الفيديو عشان هو حفلة كبيرة واكبر من ساعة فهو موزعلك شوية بس انت زي ما انت عايز احنا دلوقتي معنا المؤشر اللي هو بيتحرك ده هنجيبه في الاول خالص خالص كده هنعمل ادى اعلان اهو نزل اعلان نعمل هنا فاصل اعلاني علامة الزائد كده ومكتوب فاصل اعلاني بالازرق انا كبست عليها عملية اعلان طبعا ممكن اكترية الناس بتحب تعمل في اول الفيديو اعلانين اثنين اه فكمان واحد اهو يبا احنا كده عملنا اعلانين اثنين نمشي بقى بالمؤشر كده في الاماكن طبعا اه لو هي اكتر من عشر دقيق بس وكده بتبقى فاضي انت بتوزحها زي ما انت عاوز تشيل اللي هو عمله لك ده كده تقف عليه وتلغيه من اللي هما اللي تحت بعض وبصوا معامل على اهو اهو كل ده المنطقة دي كده كل دقيقة مكتوبة هنا قصدها اعلان كل دقيقة في بسكت هنا اي اعلان احنا مش عايزينه يعني مثلا لو جينا اعلان من نص كده اهو هنعمل على البسكت دي اهي نعمل كده اه اه يباحنا كده حذفنا الاعلان ده لما نجبت على البسكت من جنب كده يباحنا حذفناه طب عايزين بقى نضيف اعلان في مكان المؤشر اللي انا موقفاه نعمل فاصل اعلاني ده ظهر اهو اعلان كمان نمشي كده شوي نعمل فاصل اعلاني نيجي بقى الغاية الاخر خالص خالص كده زي الاول في الاخر خالص نعمل فاصل اعلاني يباحنا كده عملنا على الفيديو كله هنطلع لفوق هنا مكتوب متابعة بالازرق كده نكبس عليها ومعانا كمان هنا حفظ لازم 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 نعمل حفظ لو ما عملناش حفظ اه كل حاجة احنا عملناها اضضيع لو عملنا الترجع عن الصغيرات كل حاجة اضضيع لازم المربع الازرق حفظ يباحنا كده عملنا الفيديو هنقرج بره بقى نرجع تاني اهو ادرجوع وادرجوع كمان مرة معلش النت وحش جدا اهو كده راجعنا اهو خرجنا وارجعنا للفيديو هات تاني نشوف بقى اللي بعدها ونجبس على الصورة اهو 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 لو ما عملناش اللي هو تفعيل للدولار من بره نجبس على الصورة بس ونعمل دي فكرة تانية هي يعني كبسنا على الصورة من الاول وفكرة تانية ونحط الدولار هنا علامة الدولار نجبس عليها هيجي لنا المربع ده بس شوفوا بقى كل الاعلانات اللي معكمة هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه هنيجي هنا عند المربع اللي هو ميزة تحقيق الربحة مشتوب عليها اللي هي حبي نعملها من برا لأ احنا ممكن ما نعملهاش من برا ونكبس على السرعة على طوله نعمل كله من جوا نكبس بقى عليها هنا هجلنا تفعيل ونعمل تم كده تفعيل كله نور اهو يعني زي المرة اللي فاكت يعني الخطوة دي ممكن نعملها من برا وممكن نعملها من جوا خلص هنشيل بقى المربع اللي هو البطاقات الاعلانية ده ده ضعيف جدا اه ارباحه قليلة جدا عشان كده ما بناخدوش وما بيظهرش غير على الفيديو اللي بيجي على سطح المكتب على الكمبيوتر لكن الناس طبعا الفيديو بتاعنا بيبقى اكترياته الموبايلات اللي في قدينا فما بيظهرش عليه فبياخد مساحة طب ليه احنا نشيله ونحط بقى يندي الفرصة للي بيظهروا على الموبايلات اللي هما ييجوا التلاتة هم بيبقوا متفاعلين زي ما انتم عارفين مش احنا اللي هنعملهم التلاتة هم بنشيل بس الزيادة ده والمربعات اللي تحت دي نملاها كلها صح كده والروح بقى عند اقدرت الاعلانات اهو شفتوا بقى اي ده المؤشر في الاول خالص كده اهو نعمل شفتوا الفيديو ده جايلكم من غير ولا اعلان معمول هنبدأ احنا اللي نملاق اده اه فاصل اعلاني في الاول نجبس على فاصل اعلاني كمان كده عملنا اتنين فاصل اعلاني في اول الفيديو نمشي بقى كده تحرك انت بقى المؤشر زي ما انت عايزة مشيت شوية كده تشوف انت عايزة تحددي تحط الاعلانات بعد كم دقيقة انت وصلت للمسلا الدقيقة دي اه تحطي فاصل اعلان اهو بعد شوية كل ما ما نمشي شوية نحط فاصل اعلان الاماكن دي الحاجة اللي هي تحديد اماكن الاعلانات يدويا تعملي بقى زي ما انت عاوزة كده اهو املي الاعلانات اللي انت عايزاها بس لو فيديو عشر دقايق بس ما تكتريش الاعلانات قوي عشان الناس ما تزهقش لكن انا بكتري الاعلانات عشان ده حفلة حفلة كبيرة معدية مسلا ساعة ساعتين فبتحط اللي انت عايزة كده خلصنا اللي انا عايزة هعمل برضو نطلع تاني عند المتابعة دي اه ده متابعة يبا كده احنا عملنا هنطلع كمان عند الحفز لفوق الازرق وعمل حفز يبا كده شكرا كده خلصت كل حاجة خالص ابدأ بقى خلاص كده يعني بنرجع نعمل بقى الفيديوهات كلها بنفس الطريقة ننزل على فيديو فيديو كده براحتنا خالص ونعمل بنفس الطريقة اهو يبا احنا كده اللي احنا عملناهم اهو شفتوا بقى اكبر لكم كده شفتوا علامة الدولار اخضرت خالص اه خلاف الرصاصي اللي عليها علامة غلط دي شرطة دي يبا كده متعملتش اه خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة وبشكركم لحسن استماعكم واتنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع السلامة باي اشتركوا في القناة